شكرا على هذا البيان الآن نعطي الكلمة للمملكة العربية السعودية باسم رابطات الدول العربية رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ يتحدث وفد بلادي باسم 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية بداية تود المجموعة العربية عن التعبير عن خالص شكرها للجهود العظيمة التي قمتم بها والفريق الرعاسي من جمهورية مصر العربية لتقريب وجهات النظر والمضي قدما بالمسارات التفاوضية المختلفة كما تقدم لكم باسم المجموعة العربية بالشكر والتقدير على جهودكم الدعوبة مع جميع الدول الأطراف في سبيل الوصول إلى مخرجات شاملة ومتوازنة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والظروف المختلفة للجميع السيد الرئيس اسمحوا لي هنا أن أؤكد أن المجموعة العربية تتفق مع وتؤيد بيان مجموعة السبع وثبعين والصين كما تؤكد المجموعة على ضرورة الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبالأخص مبدأ العدالة والمسؤولية المشاركة متباينة الأعباء وتفعيل هذا المبدأ في تطبيق اتفاقية باريس السيد الرئيس أود أن نشير هنا وأؤكد أن الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس تركز على معالجة الإنبعاثات بدلاً من مصادرها ويعتبر هذا النهج ضروري إذا أردنا تحقيق أوسع نطاق للعمل المناخي ولا يمكننا تفويت أي فرصة لخفض الإنبعاثات بغض النظر عن المصدر أو القطاع ويجب علينا توظيف جميع التقنيات في هذا الصدد السيد الرئيس بما يتعلق بمواضيع التخفيف مضت سنة على إطلاق برنامج غلاسكو شرمد الشيخ للهدف العالمي للتكيف الذي يهدف إلى تعزيز قدرات التكيف ونتطلع إلى سنة قادمة تعزز مخرجات البرنامج وتحدد أهداف البرنامج بشكل يتوائم مع نطاق هدف درجة الحرارة لاتفاقية باريس وتحقيق التنمية المستدامة بما يتناسب مع القدرات والظروف الوطنية المختلفة بما يتعلق بالتخفيف نأمل أن يقدم برنامج أعمال التخفيف مساحة لتبادل الخبرات وعقد ورش العمل وأجراء الحوارات لمناقشة مواضيع التخفيف ووسائل الدعم كما نرى أن النظر في المساهمات المحددة وطنياً وتوفير الدعم اللازم للوفاء بها يمثل أحد الحلول الهامة التي يجب أن يقدمها هذا البرنامج لضمان تحقيق أهداف اتفاق باريس ونرى أيضاً أن أهمية أن يدعم البرنامج التقنيات التي تدعم أعمال التخفيف وأهمها تقنيات حجز وإزالة الكربون خاصة بما يتعلق بتحقيق الحياة الصفري بما يتعلق بالجرد العالمي أن المجموعة العربية تتطلع إلى تحقيق نهج متوازن وشمولي وتعاوني يقود إلى مخرجات طموحة في التخفيف والتكيف ووسائل الدعم وتدابير الاستجابة وتنوه مجموعتنا العربية بأهمية أن يعكس الحوار المحاور الأساسية لاتفاقية باريس ومبادئها وأن يتسق الطرح مع الهدف الأساسي لأعمال الجرد العالمي كما هو مقرر له ونتطلع إلى نجاح نتائج أعمال الجرد العالمي الأول في مؤتمر الأطراف القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتعلق بتدابير الاستجابة ولجنة كاتوفيتسي للخبراء تود المجموعة العربية عن التعبير عن قلقها الشديد بعدم الالتزام بقرار المراجعة النصفية لخطة أعمال المنتدى ولجنة كاتوفيتسي للخبراء وتؤكد المجموعة إلى همية الوصول لقرار شامل في الاجتماع القادم تحت اللجان لضمان استمرار تطبيق خطة العمل للسنوات القادمة بشكل فعال وتحقيق مخرجات ذات قيمة وفاعلية تساند الدول النامية على تقييم ومعالجة الأثار السلبية لتدابير الاستجابة لتغير المناخ السيد الرئيس تؤكد المجموعة العربية أن توفر وسائل التمويل ونقل التقنيات وبناء القدرات والتي التزمت بها الدول المتقدمة من الأثماء الرئيسية لتمكين الدول النامية من تنفيذ مساهماتها الوطنية والتي هي بالأساس مشروطة بتوفر الدعم المالي والتقني وبناء القدرات لذا فإن عدم توفير هذا الدعم سوف يأثر سلبا على قدرات الدول النامية للتعامل مع قضايا تغير المناخ وكذلك على التنمية المستدامة ومحاربة الفقر في الختام السيد الرئيس تود المجموعة العربية أن تعبر عن خالص اعتزازها وشكرها وامتنانها لجهودكم القيمة ونهنئكم على النجاح الباهر لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ ونتطلع قدما لنجاح آخر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الإمارات العربية المتحدة شكرا لكم جهودكم البناء